أحبات في الله سلام الله عليكم ورحمة وبركاته أهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي الدين والروح دعوني قبل مبدأ الحلقة أو الفقرة خلونا أول عزي إخوتنا المغربة في الحادث المصاب حادث الأليم بتاع زلزال الذي أودى بحياة مئات من الأشخاص وألاف من الجرحة ربنا يتغمدهم يا رب إن شاء الله برحمته ويجعلهم من الشهداء ويشفي مصابينهم اللهم أمين زي ما بنقول السلبيات على تيك توك كمان بنطلع الإيجابيات ونظرها لكم على الشاشة من ضمن الإيجابيات شفنا شيخ اسم محمود فاهمي ربنا بارك فيه كاتب معب الرؤى معب الرؤى خدوا بالكم من الكلمة دي حاج أدام كتب الكلمة دي خلاص راجل فاهم ماشاء الله شفته عبر رؤيتين بسم الله وشاء الله فقلنا نجيبه معنا شيخ محمود سلام عليكم مرحبا بحضر لك مرحبا بحضر لك مرحبا بحضر لك تتعرفنا دخلت مجال الرؤى سلام عليكم الأولى دكتور رحمة وبركاته شكرا أن استداوت حضرك لي شكرا وأنا أمتبع حضرك تابعا أن أذكر الله خير على حرصك الشديد على هذا الأمر يعني أنا اسمي محمود فاهمي يعني أنا إمام وخطيب مسجد في قرية يعني تسمى بشتيل يعني البلد دخلت المجال ده هذا أولا من باب الدراسة طبعا درست مسائل في الفقه ومسائل تخص تفسير القرآن يعني رأيت أن المجال ده طبعا يحتاج إلى معبرين يربطوا الأمور بالكتاب والسنة هذا والحكمة طبعا طبعا صحيح لازم يكون في الحكمة جدا طبعا ودائما المعبر يربط ما بين القرآن والسنة والعرف حسن وسؤال حالة عن المعب عن الذي يعني يرى الرؤية مفسر رؤية لازم صحيح لازم يرى حال هذا الرجل صحيح يعني من أجل هذا يعني الأمر صحيح خرجت بهذا المنطلق بفضل الله عز وجل شوانا فتحت صفحة على تيك توك وبدايتي كانت هذا الأمر يعني تمام عزين نعرف يعني إيه معب الرؤى ومفسر أحلام صحيح إيه الفرق ما بينه صحيح أنا أقول يعني وبالله توفيق أن معب الرؤى هو لفظ شامل عن كل ما يخص الذي يرى الرؤية إن كانت رؤية أو حلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان نعم فالمعبر لازم يكون له يعني فطنة فكيف يفسر لهذا الإنسان إذا كانت هذه رؤية صالحة من الله أم شيطان أم شيطان أضغف أحلام صحيح طب يعني المعبر ده يعني يأخذ هذه الصمرة إزاي ترى حضرتك سيادتك حضرتك عارف إن ممكن المعبر واحد يتصل بيه ويقول له أصنا حلمت اللي أنا في القبور أو حلمت إن أرى ميت فيربط له إن ده أمر وحش أبدا صحيح مش دليل صحيح يقول له هذا رمز المعبر يجب أن يخرج هذه الكفن أو علامة القبر أو علامة الميت بموت موضوع معين يشغله صحيح موت موضوع أو مشكلة ما صحيح مشكلة كبيرة صحيح صحيح الله أفتح عليك محترام الحدد بن أعطي كلامك أنا آسف الناس كتير أنا آسف يعني بياخدوهم القياس صحيح يعني لما شوف قبور يبقى يحصل كذا صحيح لما شوف ميت بقى قلنا خطأ يا أخواننا طبع كل واحد له جزئية في التعبير طبع يختلف من فلان لفلان لفلان طبع كل شخص له تعبير معين صحيح ما نفعش أخذها بند دارج للأسف صحيح يعني أنا آسف حتليهم دائماً كاتبين مفسرين أحلام يا أخوان صحيح كهنة فرحة صحيح قالوا ما نحن بتأول الأحلام بعالمين صحيح هنيجي إحنا يا المسلمين صحيح نقول لنا بنفسر أحلام طبع إزاي يا عقك دكتور كمان أقول لحضرك الحاجة يعني تكملت لكلام حضرتك عشان أقول الأمر ده الأمر ده يا جماعة موضوع تعبير الرؤى صحيح مش شرط يكون المفسر نفسه اللي يصيب لا أممكن يكون نية كنتة اللي صالحة صحيح قال الله في صورة التوبة لو أراد الله بهم خيراً لأسمعهم صحيح ونعمل الله صح فلو أراد الله عز وجل بالعبد ده إنه يفهم التأويل هيجب هاله بأقل حد يفسر له ولكن الشاهد فين في إخلاص النية العبد ودائماً الرؤية أو الحل أو ما يراه العبد مربوط بحياته يعني كما نرى في القرآن الكريم أن عزيز مصر رأى رؤية تخص حياته وعمله صحيح السبع بقارات تخص حياته وعمله وطرح حضرتك يوسف عليه السلام رسول السلام الله عز وجل أرسله رؤية تخص حياته المستقبلية وكمان في شرط كده معين علماء بيحطوه في تفسير الرؤية والأحلام إن حضرك مثلاً فسرت رؤية لحد فبتقول له إن شاء الله هيأتي لك رزق وهو في الآن عنده دين عنده غم هستغربه ومتخلن الرزق مال صحيح ممكن رزق صحة رزق أولاد رزق يشمل حاجات كثيرة صحيح حسن فنقول له طب إيه الدليل قل له اسأل المعبر إيه دليلك اللي أنا هيجيلي الرزق هنقول له دليل جميل جد هيقول له أنا مديون وعندي مشاكل وامطلق زوجتي طب إنت بتقول لي زي يجيلي الرزق في رؤياي هقول له ومن يتخيل إن يوسف عليه السلام خرج من استجن عزيز مصر وبيع صحيح أصبح عبد خادم وبيع صح وأصبح خادم صحيح ثم انتقل من حياء إلى حياء أخرى يعني لو شرحنا كيف يكون يوسف عليه السلام خادم ثم يكون بعد ذلك خادم يكون بعد ذلك رئيس دولة كاملة عزيز مصر صحيح في هذا أمر ومش مع سيدنا يوسف بس ده في حياتنا اللي فاتت دي كان فيه ناس من سهول خرجوا رؤساء طبع طبع يعني سبحان الله يعز من يشاء ويزل من يشاء طبع فاللي عايز أقوله أن معبر الرؤى ده يجب يكون له دراية معينة ببعض الرموز يعني واحد يقول لي مرتبط بابن سرين أوي على رأسي بوقع السنان أو وقع الدروس يقول لك أنت أطول أهلك عمر بدا أنت ميت أطول أهلك عمر صحيح مش شرط طبع مش شرط هنقوله أن نأخذ رمز من السنين هو ربما أنت في قرب معين ووقع السن هذا يأتي بالألم علامة رمز وممكن السنة تأتي بالسنة بأرقام بسنة لو ارتبطت ببدالات تانية طيب أنا النهاردة مثلا عاوز أعرف الفرق ما بين الرؤية والحلم يعني أنا نمت صحيح فأنت بتقوله أو إحنا بنقولهم يعني الحلم أن الشيطان ما تحكيش والرؤية من الله طب أنا قمت يعني صحيح لقيت حلمت حاجة أو شفت حاجة ما عرفش هي رؤية ولا حلم أعرفها إزاي ولا دكتور أقول لحظة ذاك الحاجة من علامات أن هذه رؤية من الله الله عز وجل لا يرسل إلا الخير صحيح الكبت والغم الذي يكون في قلب العبد هذا دائما يكون من نفس الشيطان أثناء المنام دائما إن أصيب العبد بغم أو ثكل على القلب هذه من أول علامات أنها من الشيطان هذا يرتبط بقول قرينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إنما الرؤية من الله فالله عز وجل لا يأتي إلا بانشرح صدر صحيح طيب هل فيه ممكن أرى أهوال القيامة وأرى وأرى وتقول لد رؤية صالحة من الله طبعا ورد عن أحد السلف أنه رأى رؤية أن القيامة قد قامت وفيه كذا وكذا هذا بعد ذلك تاب توبة صحيح من مات فقد قامت قيامت صحيح صحيح هذا يدل ومن أول علامات هذه الأمور أن العبد يقوم عنده سقر إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا يحصل عنده حزن في القلب شديد هذا من العلامات يدفل عن يساره سلاس عندما يقوم علامة الرؤية الصالحة ترتبط دائما ومنها من يأتينا حضرت أعلم بهذه المسألة يقول لها أنا كنت باستخير والله عم الشيخ أنا ما حلمتش في هذه المرأة بحلم معين ومن قال الاستخارة مربوطة بحلم معين صحيح بربطها دائما برؤية طبعا أن مثلا الرؤية مربوطة ارتباطا كاملا بالشخص إن كان معيونا أو عنده أصاب من الجن مربوطة ارتباطا كاملا بها الرموز التي تأتي بالثعابين أو تأتي بالحي أو تأتي بالعقارب أو تأتي بهذه الأشياء العلماء قالوا أن تأخذوا من العرف صحيح يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكاريتم صحيح رجل يقول لنا يختاب صحيح يأكل لحم خالف تختاب أخوك صحيح طيب عشان معنا دقتين للأسف فقرة جميلة وأنا يعني حبيبها تطول صراحة لا يا دكتور أنت والله على رأسي ربنا يعزك رب هل الدم يفسد الحل والله هذا قول باطل صحيح قول شاسع وشائع بشكل رهيب جدا صحيح والناس هبت عليه وصحت عليه وبقى يقوله الدم يفسد طبعا هذا قول اللي هي صح صحيح صحيح ومن ضمن يعني تكملة القول حضرتك يعني أقولها لبعض المشاهدين ما فيش حاجة سمعه أن أنا رأيت رؤية قبل الفجر والظهر لسه أقول لك بأس صحيح هي وحدة صحيح الله أرسله عز وجل لك وهذا دليل على الاتنين اللي حجوا وقالوا كامل حجيج هزر عام قالوا مئة ألف قالوا ومن تقبل مئة أسنان فبقى يهلله وكل ده هم تغفلوا بالنهار صحيح أحسد يا دكتور صحيح أحسد الله أخير فهذه رؤية أيه طبعا سبحان الله العظيم وهذه من ضمن الأسئلة تدور في رأس المستمع صحيح أن أنا شفتها قبل الزهر أو عند الفجر لا يرتبط الله عز وجل بوقت أبدا فالله عز وجل يعني لا يرتبط بتوقيت شيخ محمود ده نورتنا تسلم وكنت أتمنى اللقاء يطول أكتر من كده إن شاء الله معانا بعمر الله لقاءات تانية كتير وحيكون معانا بأمر له ونفتح المكلمات للمشاهدين أحبت في الله لأسف الفقرة الأولى انتهت متروحوش في حتة معانا إن شاء الله الفقرة التانية ضرب نارز وقلوه معانا الشيخ عبد الحميد الخزرج إن شاء الله انتظرونا السلام عليكم وقفة وعدنا من الفاصل ومعانا شيخنا عبد الحميد الخزرج إمام وخطيب بأوقاف الدهلية أهلا بك مولانا أهلا بحضرتك أهلا وسهلا يا ليت حضرتك تعرفنا عن نفسك مولانا بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ورسول الله صلى الله وسلم وبعد مع حضرتك خادم القرآن الكريم العبد الفقير إلى ربه عبد الحميد السعيد الخزرجي إمام وخطيب بأوقاف الدهلية من موليد 1981 ده الميلاد يعني ميلادي للدنيا أما الميلاد الحقيقي بالنسبة لي فهو في يوم السبت 21.01 1989 يوم ختمي للقرآن الكريم وده بأعتبر فعلا ده ميلادي الحقيقي إلى الدنيا لأنك ندي الفرحة الحقيقية بتاعت أبي رحمة الله عليه رحمة الله عليه ربنا ديك صحمة الله يرضى على حضرتك الله اسمح لي أقول لحضرتك حاجة يمكن تدخل الفرحة على حضرتك من فضل الله علينا أن عمر دار التحفيز في أسرتنا تجاوزت المية وخمسين سنة لأن هذا هو الميراث الحقيقي لجد أبي رحمة الله عليه فتوارثته العائلة جيلا بعد جيل ولذلك كانت من الكلمات الموروثة عن أبي يا ولدي الأرض التي تأخذها عني أنت حر في التصرف فيها لكن القرآن الكريم أمانة تورثها جيلا بعد جيل أنت أصرت أخوات حالك تقريبا حفظين المصحف كلهم بفضل الله عز وجل أنا واحد من سبعة إخوة كلنا حفظون للقرآن الكريم منهم تلاتة من المكفوفين حملوا القرآن الكريم كنت أنا واحد منهم حملنا القرآن الكريم ونشرناه في الدنيا حولنا بفضل الله عز وجل من المواقف الغريبة اللي بحب أذكرها دايما ويمكن دي مؤثرة في حياتي لما حبيت أدخل الأزهر الشريف وأنا دائما أفخر بالأزهر وبدخولي للأزهر ودائما أقول أنا أزهري والعمامة تاجي أنا ما حيته فأزهري من هاجي يوم ما حبيت أخش الأزهر كان عمري أقل من السن المسموح بسنة فوالدي رحمة الله علي قال يا ولدي إن شاء الله أذهب بك غدا إلى مكتب فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الشيخ جاد الحق قلت يا ولدي وكيف ندخل ونحن يعني من وسطاء الناس قال يا ولدي معنا حاجة كبيرة أويها اتدخلنا فاستغربت قلترو إيدي يا أبي كنت صغير السن قال لي يا ولدي معنا القرآن إن شاء الله والله الذي لا إله غير يا دكتور باسم صدق أنا لسه داخل أنا وأبي على بوابة الأمن في مشيخت الأزهر وجدت واحد من الناس يعني على وصف أبي يرتدي جلباب أبيض وطئية بيضة قال لي تعالى يا ولدي أنا عارف أنت رحم فيه والله الذي رفع السماء بلا عمل صدق ما طلبنا من أحد ولا سألنا أحد ولا عرفنا هو داكين سألت الله لما سألنا الله ورجونا الله ببركة القرآن خذني من إيدي ودخل بي على مكتب فضيلة الإمام الأكبر وقال كلمة عجيبة قال يا فضيلة الإمام طلبا بالبناء المجهول طلب مني أن أوصله إليك فاستوصي به خيرا الإمام اختبرني بفضل الله واستثناني من شرط السن هذا الشخص من الذي جاء به ومنه الله عز وجل يا حالد بدأت حفظ القرآن في سن كم سنة مولانا أنا بدأت حفظ القرآن في سن ست سنوات بسم الله إن شاء الله وأتممته في التاسع من عمري يعني والدي رحمة الله عليه إن شاء الله قبل ختمي القرآن بتسعتاشر يوم بالزبط قال لي بص فضل تسعتاشر يوم عن تاريخ ميلادك لازم في التسعتاشر يوم دول تختم صورة البقرة وختمتها بفضل الله في تسعتاشر يوم يعني جادول والدي وضعه لي رحمة الله عليه إن شاء الله ختمت القرآن ودخلت في سلك الأزهر الشريف ونعمة يعني ونعمة المدخل بفضل الله عز وجل طبع طبع أزهر الشريف قام على رؤوسنا جميعا وتاج الحمد لله قم في فهم الدنيا صحيح وعلماء الأزهر وخريج الأزهر ما شاء الله يعني في العالم العربي والإسلامي جميعا ما شاء الله يعني كانوا أجل من الملوك جلالة وعاز سلطانا وأفخم ومنظرة يعني دخلت الأزهر وحتى وصلت إلى الجامعة في كلية أصول الدين والدعب منصورة وكنت بفضل الله عز وجل من الأوائل على الكلية بفضل الله عز وجل وكنت أحد ممثلي مصر في المسابقة الدولية بمكة المكرمة في التسعينات ودخلنا الكعبة بفضل الله عز وجل ثم ببركة القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين أنا بوجه الدعوة إلى الأمة وقول لهم يا أمة الإسلام قرآنكم هو عزكم هو شرفكم هو فخركم يعني كما قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي نعم الله وزي ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمته حملة القرآن وقال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن أهل الله وخاصته بفضل الله عز وجل ختمت القرآن ودخلت بسلك الأزهر حتى تخرجت من جامعة الأزهر الشريف إن شاء الله ودخلت معهد القراءات حتى تخرجت من تخصص القراءات من الأزهر الشريف وعملت في خدمة القرآن الكريم وأنا في الثانوية الأزهرية يعني تجاوز عمري بفضل الله في خدمة القرآن الكريم 25 سنة بفضل الله عز وجل حضرتك محفظ قرآن بالقرآن العشر كمان صحك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد طب نزل رقم الشيخ عبد حميد اللي حابب بيحفظ قرآن الكريم من أي مكان في العالم صح حضرتك في أي مكان في العالم أي حد يحب أنا بفضل الله عز وجل رقم تليفوني 010-300-740-064 أنا بفضل الله عز وجل مجيز من فضيلة مولانا الشيخ حافظ الصانع رحمته الله عليه ومن المقرئ الطبيب الدكتور الشيخ الطبيب سعيد صالح زعيمة رضي الله عنه وأرضاه وأنا بفضل الله عز وجل يعني أرجو ربي أن يحييني وأن يميتني على خدمة القرآن الكريم وأن يجعل آخر نفس لي مع القرآن الكريم يعني الحمد لله ليلي ونهاري والله أحيان أستيقظ من النوم يا دكتور باسم يعني التليفوني يرن أو يعني على شبكات التواصل حد يريد أن يقرأ ممكن في الساعة الوحيدة ليلا فأقومه وأنا غاية الفرح لأني خادم لكتاب الله عز وجل ربنا يبارك في حلالك يا مولان ربنا يبارك في حلالك حلالك إزاي قدرت تتحدى الظروف وماشاء الله أنك تكمل في السلك ده ما شاء الله ودون مساعدة أحد شوف يا دكتور شوف إحنا كان عندنا في الفلاحين كان يقولوا اللي له عينين وراس يعمل اللي بيعملوه الناس لأ أنا بقولي اللي له عقلي في الراس صحيح قصة مش قصة عينين على فكرة الإمام البخاري بدأ كفيفا ومحدش ينسى سيدنا عبدالله بن أم مكتوم محدش يعني إمام الترمزي كان كفيف وغيرهم وغيرهم كتير من أعلام الأمة ومشايخنا الكرام سيدنا الشيخ حصان وسيدنا الشيخ رفعت والكثير والكثير من أعلام القراءة يعني نادرا ما تسمع عن أحد من علماء القراءات إلا وتجده كفيف بفضل الله عز وجل يعني فالبركة يعني سبحان الله أحيانا عبنا لما يعني يسلب نعمة يعود عنها بنعم بنعم ونعم وأفضل نعم سبحان الله اللهم لك الحمد يعني سيدنا بن عباس كان يقول إيه إن يأخذ الله من عيناي نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور عقلي زكي وقلبي ما هوى دخل ولي لسان صارم كسيف مسلول لأنه كان في آخر حياته كان كف بصره يعني أفتكر والدتي رضي الله عنها وأرضاها لما كانت تأخذنا أنا وأختي أستاذا كريمان وهي أيضا كفيفة قبل صلاة الفج وتذهب بنا مسافة أكثر من 35 كيلو والله قبل صلاة الفج يا دكتور في فصل الشتاء لنذهب إلى شيخنا فضيلة الشيخ حافظ الصانع والعجيب كان معدنا هناك الساعة السادسة والنصف وفي يوم من الأيام السماء أمطرت علينا ونحن في الشارع ولم يحن موعد دخولنا إلى الشيخ ولكني تأدبا مع شيخي استحييت أن أترك الباب عليه قبل موعدي وشاء الله عز وجل وقد صبرت أمي معي فرضي الله عنها ورحم الله أبي أقول بعد أن انتهيت مع فضيلته يا رحمه الله فضيلة الشيخ حافظ الصانع قال يا ولدي أنا كان ممكن أجيبك الظهر أو العصر ولكن حبيت أعرفك وعلمك وربيك إن العلم لا ينال إلا بأن يعني أن تربي نفسك على أن تذل نفسك فضيل ديئة مولانا ديئة واحدة بس لو حضرك حابب بس توجه رسالة لأي حد رسالة للناس ديئة واحدة بس في دقيقة واحدة بقول للناس أسأل الله عز وجل أن يحينا ويميتنا على خدمة القرآن وأنا خادم لكم في أي وقت وفي أي مكان وحيثما كنتم من ليل أو نهار تحت أمركم وخادم لكم وأسأل الله أن يجعل آخر أنفاسي في خدمة كتاب الله عز وجل رحمة من الله الدعاء بقى كده دعوتين كده نختم بالحلقة وربنا جزيك خير إن شاء الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا اجعله لنا ولآبائنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النيران سترا وحجابا اللهم أمين 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 يا رب العالمين شرفتيني ونورتيني يا شيخنا وحلقة ما شاء الله جميلة جدا 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 إن شاء الله هنقررها في حلقات قادمة بأمر الله على رأسي يا سيد وليا الشرف أسلامي ربنا يا عز وجلنا شكرا شكرا أحبات في الله لأسف إحنا خلاص وقتنا خزف تزورنا إن شاء الله في الحلقة القادمة ودومتم في العاية الله والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته شكرا